موسيقى سلام الله عليكم مشاهدين حروب الإعلام طوفان الأقصى ثلاثة نعوش ملفوفة بالعلم الأمريكي تصل إلى قاعدة دوفر في ولاية ديلاوير هؤلاء هم الجنود الذين قتلوا في الهجوم على أفغانستان على القاعدة الأمريكية شمال شرق الأردن وللصورة وقعها الكبير والمؤثر لدى الرأي العام في الولايات المتحدة وإلا لما كان تم حجب مثيلاتها خلال سنوات الحرب على العراق وأفغانستان عن هذه الصورة وتأثيرها سنتحدث في هذه الحلقة من حروب الإعلام وفيها نناقش أيضا عملية التوجيه والضخي الإعلامي لكل ما يربط بين التطبيع ووقف إطلاق النار في غزة نرحب بها سيدة بهية حلاوة مديرة الميدين أونلاين حياك الله سيدة بهية ودكتور سيف دعنا أستاذ علم الاجتماع معنا من شيكاغو كذلك أسعد الله وقاتك دكتور سيف البداية سيدة بهية من صورة نعوش الجنود الأمريكيين الذين قتلوا هذه الصورة ما هي وقعها لدى الجمهور داخل الولايات المتحدة الأمريكية كيف تعامل الإعلام الأمريكي معها وكذلك كيف تعاملت الإدارات المتعاقبة مع صورة الجنود العائدين القتل العائدين من ساحات القتال نعم سنواكب هذا الملف بالتفصيل اليوم ضمن حديثنا عن حروب الصورة وهذه الصورة الأساسية التي تتعامل معها وسائل الإعلام حتى قبل دقائق قليلة من بداية هذه الحلقة نتحدث عن الهجوم على القاعدة الأمريكية في الأردن الذي لا يزال يسيطر على الأوساط الأعلامية والصحفية والسياسية خصوصا ما هو مرتبط دائما بخيارات الرد لدى الإدارة الأمريكية ودائما بنفس السياق الذي نتحدث عنه لجهة ربط الهجوم بإيران وأيضا احتمالات الصراع الأوسع في المنطقة الهجوم كان وقعه كبيرا كمال صورة اليوم صورة الجنود وأورفات الجنود العائدين للولايات المتحدة وقعها بعد أكبر لدى الرأي العام الأمريكي نتحدث عن صورة الجندي الأمريكي العائد في نعش إلى أرض الوطن هذه الصورة إضافة إلى ما تستحضره من صور الحروب السابقة التي شنتها الولايات المتحدة هي لا شك تؤثر على الجمهور الأمريكي باتجاهين بمعزل عن الشعور الوطني الذي يترافق معها بطبيعة الحال الخيار الأول هي تزيد من منصوب القلق من الحرب الجديدة لديه فيزيد الضغط على الإدارة الأمريكية من أجل احتواء الصراع وعدم مفاكمة الأوضاع ووقف الحرب بطبيعة الحال على غزة أو بالاتجاه الآخر وهو يزيد من التحريط باتجاه الصراع العسكري وهناك طبعا من يؤيد هذا الخيار أو تحرك هذه الصور هذه المشاعر لديه بعناصر الصورة وتحليل عناصر الصورة لدينا ثلاثة نعوش لجنود أمريكيين ملفوفة بالعلم الأمريكي في قاعدة دوفر الجوية في ولاية ديلاوير الشهيرة عادة هذه القاعدة تستقبل الجنود الأمريكيين القتلة وفي الصورة أفراد من عائلاتهم طبعا والأهم لدينا الرئيس الأمريكي جو بايدن الذي حضر بنفسه فيما تبدو التحديات أمامه تتزايد بعام انتخاب حاسم لا شك سنستعرض مع بعض المواد من الإعلام الأمريكي الذي تعامل مع هذا الحدث وهذه الصور المادة الأولى من يو اس نيوز الرئيس جو بايدن يحضر تكريما للجنود الأمريكيين القتلة الذين خاطروا بكل شيء هكذا توصفهم هذه المادة أيضا بايدن يشهد إعادة رفاة الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الأردن الحقيقة الصعبة حول انتقام بايدن القادم لمقتل الجنود الأمريكيين هذه عينة عن تعامل الإعلام الأمريكي مع هذه اللحظة أو هذه الصورة التي لا شك سيكون لديها تداعيات كبيرة سنسمع قراءة دكتور سيف لهذا الموضوع حوله قبل أن نسمع الدكتور سيف سنعرض هذه المشاهد من القنوات التلفزيونية الأمريكية كيف تعاملت مع الصورة ماذا جرى في استوديوهات القنوات الأمريكية نتابع The bodies of the fallen troops are returning home as the Pentagon finalizes this plan to retaliate Chief Global Affairs anchor Martha Raddatz is in Jordan Good morning, Martha Good morning, Michael The U.S. military throughout the region now prepared and ready to launch as soon as the order is given to retaliate for those American deaths here in Jordan This morning, a somber return This as the U.S. now finalizes its plan for its multi-day, multi-target assault in retaliation for the deadly drone attack in Jordan that took the lives of those soldiers and left at least 47 other service members wounded. President Joe Biden will be taking part in one of the most solemn moments a president can experience when he witnesses dignified transfer of three fallen United States soldiers who died over the weekend in Jordan during a drone attack. That drone attack took place at a base in Jordan on Sunday and it was carried out by Iranian-backed militants. Their deaths, though, really highlighting the dangers facing the United States military in the Middle East. Since mid-October, the Pentagon has reported over 160 attacks on U.S. forces in both Iraq and Syria. Dr. Saif, one more time. حياك الله وهذه الصورة التي يعني الإعلام الأمريكي يعرضها. حاولت الولايات المتحدة الأمريكية لدارات المتعاقبة تجنبها خلال السنوات الماضية. بل والحديث عن مرحلة سابقة صعبة في حرب العراق وأفغانستان. سنعمل على عدم تكرارها ولكنها تتكرر مرة أخرى. مساء الخير أولا. يعني القضية حساسة جدا. والقضية مهمة خصوصا للرئيس. وخصوصا في هذه الفترة بالذات في فترة الانتخابات. وبالتالي القضية الأساسية هي طريقة تخريجها من قبل الإعلام تحديدا. لأن تأثيرها على الرئيس وعلى الانتخابات هذه قضية تقريبا أكيدة. هذا من جانب أخر. أنه في ظل الصراع السياسي داخل الولايات المتحدة على أبواب الانتخابات بين الحزبين. هناك محاولة لاستغلال ذلك. أو على الأقل محاولة للمنافسة بين الأجندات. هناك من يضالب الرئيس برد كبير. وهي أجندات موجودة عندهم سابقا. لكن هذه القضية كان لها تأثير كبير في السابق. خصوصا حتى مرحلة حرب بيتنام. منذ الحرب الأهلية الأمريكية وحتى قبل الحرب الأهلية الأمريكية. كان هناك تجنيد إلزامي في الولايات المتحدة. هذا التجنيد الإلزامي وهذا له علاقة كبيرة بحرب بيتنام. لأن التظاهرات في حرب بيتنام كانت عامل أساسي في إيقاف الحرب. بسبب أن التجنيد الإلزامي قاد إلى مشاركة الكثير من أبناء الطبقة الوسطى. وهؤلاء لهم صوت ولهم قدرات وإمكانيات. وحين بدأ أبناؤهم يقتلون بدأت المظاهرات تأخذ شكلا مختلفا. وبالتالي هذا قاد بشكل من الأشكال طبعا. أحد الأسباب وليس السببب الوحيد. إلى نهاية الحرب. طبعا. لكن بعدها في عام 1973 انتقلت الولايات المتحدة إلى صيغة جيش يتكون بالكامل من المتطوعين. هذا يعني طريقة مختلفة. وبالتالي تأثيرها أقل بكثير مما كان سيكون لو كنا في فترة التجنيد الإلزامي أو كما كان في حرب بيتنام. ولكن هذا في النهاية يؤثر في الحقيقة. بغض النظر أن الجيش هو جيش من المتطوعين وليس تجنيد إلزامي. رغم أن تجنيد الإلزامي لا يزال موجود بالدستور وموجود بالقانون. هذه القضية بالتالي حتى لو تحدثنا عن جيش من المتطوعين ستؤثر. ولكن ربما ليست في نفس الطريقة. القضية المهمة هنا أننا أمام معضلة سياسية وهذا تحدثنا عنه سابقا. أن هناك معضلة سياسية وليست طبعا. هناك حدث عسكري. ولكن الحدث العسكري هو أن يكون نتاج للسياق السياسي ونتاج لمعضلة سياسية. مراكز الأبحاث الأمريكية وبعض مراكز الأبحاث الأمريكية وتحدثنا عن العديد من التقرير. كانت تتحدث أن هناك سياسة فاشلة للإدارة في الشرق الأوسط وبالتالي كان من المتوقع أن هذه التبعات وتبعات أخرى كانت متوقعة وحتى كان هناك توقع أن بعض الأنظمة الحليفة للولايات المتحدة قد تسقط ربما ليس في المدى المنظور ولكن قد تسقط نتيجة لتبعات ما يحصل من حرف غزة وبالتالي الثمن الاستراتيجي سيكون كبيرا هذا أحد الأثمان لنتيجة المعضلة السياسية التي تم توقعها من قبل مراكز الأبحاث أنا تكرت سابقاً لجورج هوفمان محلل السياسة الخارجية في معاد كاتو تحدث عن الفشل الفشل السياسي وبالتالي هناك إعادة للموضوع إلى جنب الفشل السياسي كان متوقع كذلك دكتور سيف بعد 7 أكتوبر بسبب أن نوقف الأمريكي الشريك ليس المنحاز الشريك بالكامل لإسرائيل في الإبادة التي تحصل للشعب الفلسطيني في غزة وبالتالي كان متوقع ردود فعل بالتأكيد وهذا ما أردت التمييز بينه وبعض بعض مراكز الأبحاث التي استقرأت هذه الأحداث مسبقاً وحتى بعض التقرير كانت تقول أنه بعد أكتر من 150 هجمة على الجيش الأمريكي في المنطقة أنه كان من المتوقع أن قضية مثل هذه ستحصل استمرار الحرب بشكل غير متوقع صمود المقاومة وإلى آخره ربما لم يكن في الحسبان ولكن هناك الجانب الآخر وهي تعرضت ذكرت بالتفصيل بعض التغطيات الإعلامية ما لفتني في التغطية الإعلامية لهذا الحدث هو ترتيب الخبر في الحقيقة أولاً طبيعة المراسيم هي مراسيم إلى حد كبير خاصة مرتبطة بالعائلات فقط وداخل قاعدة عسكرية والرئيس طبعاً شارك فيها والعنوان الأساسي هو تكريم الرئيس للجنود القتلى ولكن ترتيبها في الإعلام مثلاً لو قرأنا نيويورك تايمز اليوم الخبر الأول يعني هناك الكثير وسائل الإعلام تعمل حالياً وكأنها حملات إعلانية للرئيس بايدن من أجل محاولة التعويض عن الكثير من الخسارات التركيز اليوم وبالأمس حتى وهذه الفترة ولكن اليوم تحديداً هو على النجاحات الاقتصادية للرئيس بايدن سأناقل ترتيب فقط العنوين كمال حتى نرى أين نجد هذه القضية وبالتالي ماذا يحصل في الإعلام الأمريكي نيويورك تايمز الخبر الأول هو فريق بايدن يأمل أن تؤدي البيانات الاقتصادية القوية إلى استعادة ثقة الناخبين هذا العنوان الأول العنوان الثاني أصحاب العمل يضيفون أكثر من 353 ألف وظيفة وهذا يظهر أن الاقتصاد قوي العنوان الثالث المدعي العام في قضية ترامب جورجيا يعترف بعلاقته مع زميلة وهذا العنوان في كل وسائل الإعلام تقريباً لاحقاً هناك تقريرين عن فلسطين والحرب وغزة وإلى آخره ثم يأتي تقرير الرئيس بايدن يكرم ثلاثة جنود قتلوا في الأردن حيث أعيد جسد وهذا لو رأينا نفس القضية العنوان الأساسي هو النجاح الاقتصادي الباهر للرئيس بايدن ولماذا حتى الآن لا يتم استغلال ذلك من أجل استعادة ثقة الجمهورة وانت تتحدث دكتور سيف نيويورك تايمز هذه الصفحة الرئيسية نيويورك تايمز على الهواء مباشرة نعرضها وانت تتحدث عن العناوين لهذه الصحيفة ولصحف أخرى لكن اسمح لي أيضاً دكتور أن ننتقل إلى عنوان آخر أيضاً في ضمن التغطية الإعلامية الأمريكية لاستقبال ثلاثة قتلة من الجيش الأمريكي هذه الصورة دكتور سيف وسيدة بهية هذه الصورة كانت محظورة تقريباً الجمهوريون يحظرون عرض صور الجثث الأمريكية يعود رئيس ديمقراطي ويسمح بها ثم تحضر مرة أخرى أو يمكن تتبع للأحداث السياسية حرب العراق الأولى والثانية والآخر لكن بكل أحوال لم تكن على الدوام مسموح أن تعرض هذه الصور التي كنا نشاهدها بالفعل كما لطالما أحاط الجدل بمسألة نشر صور الجندي الأمريكي العائد إلى بلاده في نعش وهي ما قبل عام 2009 كانت محظورة قبل أن يكرر الرئيس الأمريكي باراك أوباما أنذاك رفع الحضر في تراجع عن سياسة عسكرية استمرت ما يقارب 18 عاما وكانت دائما موضع نقاش على المستويات السياسية وأيضا على المستويات الأعلامية يعني قرار أوباما أنذاك أتى ليسمح لوسائل الإعلام بتصوير نعوش قتل الحرب الأمريكيين أثناء مراسم تشييعهم وأيضا تم إكران ذلك بموافقة عائلات هؤلاء كما ذكرنا سنستعد هذه المحطة في هذا المقتطف سريعا قبل أن نستعرض السياق الذي يمكن أن نتعامل معه في تقييم أو مراجعة هذه المرحلة أتمنى أن تحرق بإجراءاتنا تقاعدت ما يمكن أن نتعامل أو من التقوير من الجمال لإجراءاتنا أخبرتنا أخبرتنا تقوير ترجمة نانسي قنقر لكي أحد من المقرر بخصوص الموضوع العام وباليسما السفر تجربت بالمدرسة قتل اضافه للصبح فتح قدرال مخاشر فتح قمتن العام ب Emily أيضا للوقوف على أهمية هذه الصور سنسترجع بعض ما كتب في أرشيف الصحف الأمريكية عشية الغزو الأمريكي للعراق وهذه مرحلة يحب دكتور سيف دائما أن يتحدث عنها سنقدم هذه المقال طبعا هذا المقال من واشنطن بوست في تشرين الأول أكتوبر عام 2003 نقرأ أنه منذ نهاية حرب فييتنام شعر الرؤساء بالقلق ومن الأعمال العسكرية بشكل أساسي وأن هذه الأعمال العسكرية الخاصة بهم ستفقد الدعم بمجرد أن يلمح الجمهور رفاة الجنود الأمريكيين الذين يصلون إلى القواعد الجوية في نعوش ملفوفة بالعلم ولقد وجدت إدارة بوش الإبن حلا بسيطا لهذه المشكلة فقد أوقفت النشر العلني لمثل هذه الصور من خلال حظر التغطية الإخبارية وأيضا التصوير الفوتوغرافي لعودة الجنود القتلة إلى الوطن في القواعد العسكرية كافة أيضا مقال آخر من بولتيمورسان يعود إلى شباط فبراير عام 2004 ويصور المشهد أيضا في قاعدة دوفر الجوية على النحو التالي تقوم القاعدة الجوية مرة أخرى بواحدة من أهم مواجباتها استقبال رفاة الجنود الأمريكيين الذين قتلوا في الخارج وأيضا الصور لهم وهم يلفون بالعلم بعد إجراء فحوصات ما بعد الوفاة تسلم إلى عائلاتها من أجل دفنها هذه الجوية حتى الآن تعاملت مشرحة القاعدة مع رفات نحو 550 جنديا ومدنيا ومقاولا لقوا حتفهم في العراق وأيضا في أفغانستان الأهم فيما يشير إليه المقال أنه لا شيء من هذا يراه الرأي العام الأمريكي أيضا تتمتع صور الحرب دائما بالقدرة على التأثير على التصور العام والرأي العام بطرق لا تستطيع الكلمات وحدة القيام بها بطبيعة الحال يبدو الحضر الذي فرضه البنتاجون على التغطية الإعلامية للتوابيت التي تم جلبها إلى القاعدة الجوية في دلاوير بنظر العديد من الصحفيين كما نقرأ وكأنه محاولة للسيطرة على التقارير التي قد تجلب صور سلبية للحرب ولمفهوم الحرب بشكل عام إذا ما استعرضنا مسار الرقابة على هذه الصورة هو يختلف دائما بين رئيس وآخر ونلحظ أن الرؤساء الجمهوريين كانوا يميلون إلى فرض حضر على النشر طبعا باستثناء الرئيس السابق دونالد ترامب فيما الرؤساء الديمقراطيون يسمحون بنشر مثل هذه الصور الأمر بدأ مع الرئيس الراحل جورج بوش الأب مطلع عام 1991 أثناء حرب الخليج كمال أصدر البنتاجون بيانا بأنه لن تكون هناك تغطية إعلامية أخرى للنعوش العائدة إلى القواعد الجوية قبل هذا القرار بعام عرضت الشبكات التلفزيونية مشاهد لوصول التوابيت خلال مؤتمر صحفي لجورج بوش الأب من خلال تقسيم صورة الشاشة وطبعا هذا أثار غضبه آنذاك لكن صور التوابيت التي تصل إلى قاعد أندروز وأماكن أخرى استمرت في الظهور خلال إدارة بيل كلينتون مثلا عام 98 نشرت صور لكلينتون في قاعدة أندروز خلال استقبال نعوش الأمريكيين كما نشاهد أيضا وهؤلاء قتلوا في تفجير نيروبي آنذاك أيضا سمحت دوفر أيضا بالتوزيع العام لصور النعوش العائدة للوطن بعد الهجوم على المدمرة الأمريكية USS Cole في عام 2000 ثم جاء جورج بوش الأبن الذي حضر التغطية الإخبارية حضر التصوير الفوتوغرافي ودائما لأي مادة متعلقة بعودة الجنود القتلة بل أنه لم يحضر أي مراسم تذكارية ولا حتى جنازات للجنود الذين قتلوا خلال فترة توليه الحكم أو الرئاسة بعد ذلك جاء باراك أوباما وأنهى كما ذكرنا الحضر المفروض على نشر الصور واعتبر أن هذا الأمر يعود للعائلات القتلة الأمريكيين وهم يكررون فعليا إذا كان يتعين تغطية عودة جثمين أبنائهم أو يرفضون التعامل مع هذه المواد على كل حال رغم محاولة حجب هذه الصورة بمرحلة ما كنا أمام خطاب يتصاعد في الداخل الأمريكي دائما لوقف الحروب التي لا نهاية لها والتي لا تستحق برأيهم كل هذه الخسائر سنستمع لما قاله جندي أمريكي سابق في العراق في المترجمات التي قرأتناه وقد كنا نتعلم أننا لدينا الكثير من التعامل وإنما على التواصل كان شهادات كثيرة أيضا وهذه عينة من شهادات الجنود جاءوا بعد الحرب على العراق وكان هناك طبعا تصريحات صادمة دكتور سيف عندي العديد من النقاط والأسئلة حول ما عرضته السيدة وهي قبل قليل لكن اسمح لي أبدأ من اختصاصك في علم الاجتماع تأثير الصورة على الجمهور لماذا يتم حجبها أو السماح بها أو تخفى عن الجمهور ما هو تأثير هذا الجمهور ما هي تأثير هذه الصورة على الجمهور وما هو تأثير هذا الجمهور على قرارات مصيرية في الولايات المتحدة هناك من تجربة فيتنام كما قلت المقاومة الفيتنامية كانت السبب الأساسي في وقف الحرب على فيتنام ولكن الاحتجاجات في الشوارع والمضاعرات وتحديدا حين بدأ القتلى ينتمون إلى طبقة الوسطى الأمريكية وكما قلت هذه الطبقة بسبب التجنيد الإلزامي هذه الطبقة لديها صوت ولديها إمكانيات ولديها قدرة على الاحتجاج وهي تشارك في الانتخابات وإلى آخر وبالتالي كانت قوة كبيرة في الدفع باتجاه توقيف الحرب وخصوصا في الفترة النهائية حين تصاعدت الحرب وبالتالي لأنه لا يوجد حروب بلا أسمان برغض النظر عن الدعاية المرافقة أحيانا للحروب والأهداف التي يتم رسمها للحروب فالحروب لها أسمان الجانب الآخر وربما هذه قضية لا يعرفها الكثير من الناس أنه من يراقب الاستطلاعات على قضايا الحروب ليس فقط الآن هناك مزاج شعبي في الولايات المتحدة قوي ضد الإنخراط في حروب إضافية هذا إذا لم نأخذ بعين الاعتبار أن الرأي العام تغير كثيرا في فترة الحرب على غزة وفترة العدوان على غزة وبالتالي المزاج الشعبي أصلا ليس مع الحروب يعني أنا ذكرت ذكرت الاستطلاعات منذ آب 1991 وحتى كانون الثاني 1992 حين بدأت الحرب على العراق غالبية الشعب الأمريكي غالبية بمعنى غالبية أكثر من 50% كانوا على الدوام في كل استطلاع استطلاع أسبوعه كانوا ضد الحرب ولهذا كان بالضرورة إخفاء ذلك لكن بعد أن تبدأ الحرب طبعا هنا المزاج يتغير قليلا يصبح التأييد للجيش وليس للحرب وهذا تمييز سطحي لحد كبير ولكن يتم الاعتماد عليه من أجل القضايا السياسية لتأييد الحروب ولكن في النهاية إذا كانت هناك أثمان لهذه السياسات لأن الجنود لا يقتلون بدون سبب الجنود يقتلون في سياق سياسي ولهذا قلت أن التركيز على المعضلة السياسية التي تواجه سياسة بايدن في المنطقة من بعض مراكز الأبحاث ربما لم يلتفق هذا يختلف عن التركيز الإعلامي للصحف والتلفزيونات وغيرها التي تحاول تركز فقط على الجانب العاطفي أو الجانب الإنساني في القضية وتتناسى الجانب السياسي ليس فقط أنهم سقطوا في سياق سياسي نتيجة لسياسات ولكن الكل يحاول التعمية أو على الأقل وسائل الإعلامي التيار السائد تحاول التغطية والتعمية على الثمن السياسي على السياق السياسي لسبب أن ذلك سيكون له ثمن ليست القضية أن الثمن سيكون وقف السياسة كما حصل في فيتنام ولكن الثمن سيدفع في الانتخابات خصوصا في عام استثنائي أو عام انتخابات مثل هذا العام وبالتالي كان الرؤساء على الدوام يستخدمون ذلك إما لصالحهم أو ضد الطرف الآخر بمعنى أوباما كان يحاول أن يتجاوز مع أنه انخرط في حروب أكثر من كثير من الرؤساء في الحقيقة ولكن هو كان يحاول أن يدفع بتأييد لسياسات خاصة ببعض المناطق في العراق وغيرها ولهذا هو سمح بذلك لو كان ذلك يضره في الحقيقة ويدر سياساته لما كان سمح بذلك إذن القضية مرتبطة بالسياسة هذه المشاهد تسلط الضوء المفروض أنها ستسلط الضوء على السياسة في أي سياق قتل هؤلاء الجنود ولماذا وماذا تخدم هذه السياسات يعني الإدارة الأمريكية الإعلام الأمريكية يتحدث بوضوح ومراكز الأبحثة يتحدث بوضوح أن هناك خلاف على إدارة المعركة في غزة بين الإدارة الأمريكية والحكومة الصهيونية وبين نتنياهو شخصيا هكذا يقولون منذ أربع شهور ولم تمارس ضغط واحد وهم يقولون بالحرف لم تمارس حتى مجرد ضغط واحد لغم أن كل الأوراق بيدها لتغيير سياسة حتى لا نقول وقف الحرب ووقف العدوان على غزة بالتالي هناك ثمن سياسي يترتب على هذه المشاهد ولهذا إذا أخذنا بعني الاعتبار أن المزاج الشعبي ليس مع الحرب الرأي العام تغير مع أحداث غزة هناك ثمن سياسي وبالتالي يمكن تجاوز إسمحنا هنا دكتور أن نتطرق إلى موضوع المزاج الشعبي ماذا يرصد في المزاج الشعبي وفي الخطاب الإعلامي كذلك سنستعرض هذا الشق من المحور الأول مع سيدة بهية إذا ما أردنا أن نتحدث عن اليوم نعم بالتحديد عن موضوع المزاج الشعبي نحن أمام رأي عام كما ذكر دكتور سيف الجزء الأكبر منه لا يريد حروب جديدة أولوية هذا الجيل الجديد أو هذا الجزء الأكبر من المواطنين في مكان آخر في الاقتصاد في الرعاية الصحية في التعليم وفي قضايا داخلية يعني أقرب إلى يومياته وأهتماماته اليومية مثلا نستعرض هذا الاستطلاع الرأي الحديث من كنون الثاني عام 2024 والموضوع انجرار الولايات المتحدة إلى صراع عسكري في الشرق الأوسط يعني ما يزيد عن 80% من المواطنين المستطلعين هم قل يكون للغاية من هذا الأمر وما يقارب أيضا 40% من هؤلاء المستطلعين قل يكون إلى حد ما وبالتالي القلق يسود فعليا المجتمع الأمريكي عند الحديث عن صراع عسكري أوسع في الشرق الأوسط وبالتالي هم لا يريدون هذا التوجه أما على المستوى الإعلامي نستعرض عينة من بعض الصحف الرئيسية التي تعبر عن توجهات مختلفة يعني كخلاصة للتعاطئ الإعلامي الذي ذكرناه ودائما التمييز بين جزئية المواد التي تصدرها مراكز الأبحاث والمادة التي تتوجه بها للنخب والمؤثرين وبين هذه المواد اليومية التي يتم التفاعل معها أو يتم تعويمها للتأثير بالرأي العام وعامة المشاهدين في وولد سريت جورنل الشرق الأوسط هو أسوأ أزمات بايدن المنطقة مشتعلة لأن محاولة الولايات المتحدة للانفراج مع إيران باقت بالفشل التام أيضا في نيوزويك مأساة أمريكا في الشرق الأوسط من الحلم إلى الكابوس هكذا تعنون وفي مضمون المادة نتحدث عن عوانم الشرق الأوسط البعيدة تحول الحلم الأمريكي إلى كابوس مؤرق لقد حاولت أمريكا يائسة التحول نحو اهتمامات استراتيجية أكبر مثل ظل الصين الذي يلوح في الأفق ومع ذلك فإن إرثها في الشرق الأوسط لا يزال قائما مثل طفل محتكر معلق بأذيال أمريكا ويذكرها دائما بشحنة الأسلحة الأخيرة المتجهة إلى غزة وهي المنطقة التي تمثل ربما ذروة عقود من الفوضى والجمود السياسي وقوائم المراجعة الباهتة كما يقولون في فارن أفيرز نتحدث عن الشرق الأوسط وتعتبر أنه وحده قادر على إصلاح الشرق الأوسط وبالتالي ليست أمريكا هي المسؤولة عن هذا الأمر الطريق نحو نظام إقليمي ما بعد أمريكا على الرغم من استعراض القوة كما يقولون فإنه لن يكون من الحكمة المراهنة على تخصيص الولايات المتحدة أي موارد دبلوماسية وأمنية كبيرة للشرق الأوسط على المدى الطويل وعلى مواقع التواصل الاجتماعي هذا الأمر ينسحب وينعكس أيضا لأن الكثيرين يعتبرون أن هذه الصورة ما هي إلا ثمن دعم بايدن للحرب الإسرائيلية على غزة وبالتالي نتابع هذا المقطع من تطبيق من منصة تيك توك موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 لا تستطيع وحتى هذه اللحظة تحاول أن تخرج من الشرق الأوسط لكن لا فائدة يعني حتى لا يساء فهمنا كمال هناك عاملين مختلفين العامل الأول هو المزاج الشعبي والذي تحدثنا عنه وتحدثت بهي عن الإحصائية وهذا عمليا في الحقيقة مرتبط بكل حروب باستثناء ربما حرب واحدة بعد أحداث أيلول كان هناك نوع من الفهم أن العراق مثلا له علاقة بأحداث سبتمبر وإلى آخر بسبب الكذبة التي انتشرت حينها ولكن المزاج الشعبي في جهة والمصالح في جهة أخرى المصالح الكبرى وللأسف كما يحصل دائما أن المصالح الكبرى هي التي تقرر الحروب وهي التي تدفع الدول إلى الحروب يعني ليس فقط المزاج الشعبي هناك رسالة من 800 موظف وبعضهم موظفين رفيعين في الولايات المتحدة وفي أوروبا إلى حكوماتهم يعارضون السياسات التي تقوم بها أمريكا وأوروبا في غزة تحديدا في حالة حضية غزة ولا أحد يلتفت إذا كان المزاج الشعبي ضد الحرب ومصالح الشركات الكبرى والمصالح الرأسمالية هي مع الحرب أو في سياسات معينة في الشرق الأوسط وتحديدا مساندة الكين الصهيوني في حربه على غزة فهذا يحتاج إلى تسويق تسويق هذه الفكرة هو ما يقوم به الإعلام تحديدا بسبب ارتباره بالمصالح الكبرى ولهذا كما قلت أنا كنت معني بالاستعراض طبعا لا يستطيعوا إخفاء الخبر ولكن ترتيب الخبر طريقة الصياغة يعني حين تقرأ الصحف الأساسية وترى الخبر يعني ليس في أول خمس أو ست أخبار حين تقرأ مقالات الرأي مثلا لا يوجد في نيويورك تايمز ولا مقال رأي عن الموضوع بالعكس هناك مقالين بالحد الأدنى إذا كانت ذاكرة جيدة هناك مقالين عن الاقتصاد يعني تشعرك أنك أمام إعلانات للرئيس بايدن لأن هناك إجماع عند المؤسسة الحاكمة وعند الصحافة الليبرالية تحديدا على إسقاط ترامب في الانتخابات ومحاولة دعم بايدن والكل يدرك أن بايدن في أزمة ليس في أزمة لأسباب كثيرة مرتبطة بعمره مرتبطة بحالة ذهنية مرتبطة بالصحة ولكن مرتبطة بما يقوم به في غزة وخسارته لبعض الولايات مثل ولاية ميشيكا التي أصبحت محسوبة هنا يأتي دور الإعلام في تسويق هذه الحروب ولكن بخصوص الشرق الأوسط وهذه قضية مهمة منذ الحرب العالمية الثانية حرفيا وعلى الناس أن تنظر إلى التاريخ منذ الحرب العالمية الثانية وحتى الآن شهدت المنطقة العربية بالتوثيق أعلى نسبة تواتر للحروب على وجه الأرض يعني العرب يقتلون منذ الحرب يقتلون سابقا ولكن منذ الحرب العالمية الثانية كل ما يختبره العرب بعلاقتهم بالغرب وبالمنظومة الغربية هو الحروب والقتل منذ الحرب العالمية الثانية حتى الآن أعلى نسبة تواتر للحروب على وجه الأرض حصلت في المنطقة العربية دكتور يعني علي أن أتوقف هنا لأنتقل إلى المحور الثاني والمحور الثاني فيه حديث كثير وسنصلط الضوء على ظاهرة في حروب الإعلام الربط بين التطبيع مع إسرائيل والحديث عن وقف إطلاق النار أو الهدنة ماذا في هذا المحور سيدة بهية يعني قبل السابع من أكتوبر كنا أمام مسار متقدم من التطبيع كما ذكرت وسائل الإعلام وعلى المستوى الإعلامي الأمريكي على وجه الخصوص كان هناك تركيز كبير على هذا الموضوع باعتباره سيكون إنجاز للإدارة الأمريكية في حال تمكنت من تحقيق التطبيع بين السعودية ودولة الاحتلال الإسرائيلي مع بداية الحرب واستمرارها كنا أمام خفوة تدريج للحديث عن التطبيع ليتغير المشهد منذ أسبوعين تقريبا حيث كنا أمام ضخ مادة إعلامية وإعادة تعويم الموضوع للربط مباشرة بين التطبيع وبين عملية وقف إطلاق النار في غزة هذا هو يعني خلاصة الموضوع فقط مثلا خلال اليومين الماضيين كمال كنا أمام أربع تقارير أربع تقارير من وسائل إعلام معتبرة تكتب في هذا الإطار وتستند إلى مصادرها سنستعرضها سريعا رويترز عن مصادر المسؤولون السعوديون أخبروا نظرائهم الأمريكيين أن الرياض لن تصر على أن تتخذ إسرائيل خطوات ملموسة لإنشاء دولة فلسطينية وستقبل بدلا من ذلك التزاما سياسيا بإقامة دولة فلسطينية ضمن سياسة حل الدولتين أيضا واشنطن بوست أبلغت الولايات المتحدة إسرائيل أن اتفاق التطبيع السعودي يجب أن يبدأ خلال الشهرين المقبلين ويرجع ذلك جزئيا إلى أن محمد بن سلمان يطالب كجزء من حزمة التطبيع بمعاهدة توفر ضمنات شبيهة بضمنات النيتو للأمن السعودي ونظرا لأنه عام انتخابي في الولايات المتحدة فمن المرجح أن تحصل مثل هذه الصفقة على مصادقة مجلس الشيوخ بحلول شهر حزيران يونيو وفي حال تأخرها سيتم دفنة تحت سياسات الحملات الانتخابية كذلك الأمر بنفس السياق نيويورك تايمز تتحدث عن سعي كبار المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين والعرب إلى صياغة ثلاث صفقات متوازية لكنها مترابطة من شأنها أن تنهي الحرب في غزة هكذا يربطون بشكل مباشر في المسار الثالث يضغط المسؤولون الأمريكيون والسعوديون على إسرائيل للموافقة على شروط إقامة دولة فلسطينية مقابل إقامة السعودية علاقات رسمية مع إسرائيل أخيرا في أكسيوس مسؤولون عرب يعقدون اجتماعا سريا لمناقشة خطط غزة ما بعد الحرب مستشار الأمن القومي السعودي قال خلال اللقاء أن المملكة لا تزال مهتمة بالمضي قدما في التطبيع مع إسرائيل مقابل خطوة عملية وغير قابلة للنقد من جانب إسرائيل من شأنها أن تمهد الطريق نحو إقامة دولة فلسطينية حتى لو لم تتم إقامة هذه الدولة على الفور وهنا التنازلات والتخفيف المواد بنشورة منذ 29 شهر الماضي حتى 2 من هذا الشهر نتحدث عن فقط 4 أيام صحيح يعني كثافة واضحة لهذه المادة دكتور سيف من 7 أكتوبر عطل التطبيع وأوقفه وأوقف المسار إلى ربط التطبيع بالحل السياسي في غزة هكذا هو المشهد الآن وهذا غريب لأنه لا علاقة لهذا بالحل في غزة يعني أنت تربط الحل بهم يحاولون أن يربطوا الحل بغزة ليظهروا أن هناك جانب سياسي لخوضهم للحرب على غزة والشعب الفلسطيني مع أن هذه وصفة لا علاقة لها ولكن حيننا نتحدث عن التطبيع وهذا مهم جدا وحتى الحديث عن التطبيع تحديدا في هذا الوقت هو مؤشر لمدى الشراكة بين بعض الأنظم العربية وبعض النخب العربية الحاكمة والكيان الصهيوني الذي يزبح أطفال الفلسطينيين بالآلاف ويدمر المدن الفلسطينية تقريبا بشكل كامل يعني بيت لاهية تقريبا لا يوجد مبنى تركة في بيت لاهية هذه جرائم غير مسبوقة في الذاكرة الحية وبعض العرب حين يتحدثون عن التطبيع تحديدا في هذا الوقت حتى لا نقول قبل ذلك وسأتي إلى ذلك نحن نتحدث عن محاولة لإعادة إنتاج ومحافظة الحفاظ على الترتيب الإقليمي القائم والذي هو ترتيب إقليمي أمريكي إسرائيلي وبالتالي هذه الأنظمة ترى مصلحتها وترى إمكانية إعادة إنتاج حكمها ومهيمنتها ونظامها وتحديدا للنظام السعودي في إعادة إنتاج التنظيم الاستراتيجي كما هو ولكن هذا يعني إعادة إنتاج الترتيب الإقليمي كما هو يعني إعادة إنتاج الكيان الصهيوني أيضا كما هو هذا مؤشر لمدى الشراكة البنيوية حقيقة أن مصالحهم ووجودهم مرتبط بوجود ومصالح الكيان الصهيوني لا يوجد أي تفسير لذلك طبعا لا أريد أن أقول أن هذا حقيقة يجب أن يكون برسم الشعوب العربية خصوصا في فترة المذبح التي تتعرض لها غزة ولكن هذا يؤشر أن الكيان أن إسرائيل كما تسمى ليست مجرد الكيان الذي يستعمر فلسطين هي أبعد من ذلك مشكلة فلسطين مرتبطة بوجود هذه الأنظمة بطبيعة هذه الأنظمة وطبعا مرتبطة بالمنظومة الغربية ودعمها وبالتالي هناك شراكة على مستوى المصالح ماذا حصل حتى جئنا للتطبيع حتى السابع من أكتوبر حين نتحدث عن التطبيع تحديدا في هذه الحالة المشروع قائم على أساس استثناء القضية الفلسطينية أصلا صحيح بمعنى أنه بدل أن تحل القضية الفلسطينية كمدخل لإقامة علاقة مع الأنظمة العربية هم قرروا استثناء وتهميش القضية الفلسطينية ومشوا في هذه القضايا اتفاقيات إبراهيم وغيرها وكانت المفاوضات حول التطبيع مع السعودية سارا حتى تقريبا وصل المراحل الختمية فحتى ليلة السابع من تشرين طبعا ترافق ذلك دكتور مع شيطانا حملة شيطانا للفلسطينيين وحملة إعادة الحديث في التاريخ النضال الفلسطيني والطعن فيه شهدنا مسار طويل في الإعلام ربما حلقة تتحدث عنه في حروب الإعلام هذا المسار صحيح ولكن حتى السابع من تشرين كانت الولايات المتحدة تحاول الاستمرار في سياستها في مقابل مشكلتين كبيرتين تواجهها الولايات المتحدة الصين والصعود الصيني وبالتالي استراتيجية التواجه إلى آسيا منذ 2011 التي قررتها إدارة بايدن قررتها إدارة أوباما وكان بايدن طبعا جزء منها ولاحقا مشكلة أوكرانيا ومشكلة أوكرانيا مهمة جدا لأنها تحدث في أوروبا وهي أحد أهم مراكز النفوذ الأمريكي أضيفها لذلك جاءت قضية التطبيع من أجل ترتيب المنطقة والسماح للولايات المتحدة بالخروج من المنطقة والتفرق لهذا المحديين وبالتالي ترتيب المنطقة وضمان مصالحها عبل الكيان الصهيوني والحلفاء هم العرب ولكن جاءت سابع من تشرين خلطت الأوراق كنا نعتقد أنه ليس فقط عطله أنه قضى على هذا المسار ولكن يبدو فعلا أن الترابط المصلحي والمصيري والشراكة بين بعض الأنظمة العربية والكيان الصهيوني أكبر حتى من أن يقضي عليها سبعة تشرين هو عطلها عطلها ولكن إنهاءها يحتاج أكثر من ذلك هذا برسم الشعوب العربية جراء الحاقة والساقة بالحل السياسي لغزة وهنا الخطير بالموضوع أن يتم ربطها بغزة وبمشروع الحل ما يسمى الحل أو الترتيبات في غزة تلازمها مع موضوع الحل في غزة مشاهدين سوف نعرض مقتطفات من تقارير إخبارية تلفزيونية حول ما نتحدث عنه نتحدث عن تقارير إخبارية وقت منتهيระ بالموضوع يعني منatively منذ التقارير إخباري تنقرير الإخبارية جهي يتحدث عن التقارير الآن، مضحة يحتاج إلى عام بأسهم. والأطفال لغاية الت thank you for the rebuilding البيانات المتداولة. للغاية التحقيق في حيث تريد بسرعة أجنب إلى المعارض من المغاية تحقيق في تقناة الأسانية التي تتحدث عن طريق أسانية ويجب ذهبأت لا يزال حاجة أحد تساعد أخراج إلى méعيب المتدعب إن ومتابع المنطقة بغاياة بلغطة لا تحتاجات إجراءemment تحتاجها وستخدمين بالفعل تحتاجات أن تستميقص تحتاجات إجراءات الشخصية تحتاجات التحتاجات في الصغرية بلغطة كانت تحتاجاتها مننظر الناس يجدون اجراءِ تحتاجات الشخص العامة إننا نفسك هذا رائح البدارين و النساء بالإرخال الأمساء المستوى المزيدين هذا مجرد جزيلاً عمليم المنطقة raised its NYPD. respondent With September of 2023, Prime Minister Benjamin Netanyahu... ...claimed this country was on the cusp of a dramatic breakthrough... ...that would create a, truly, new Middle East. For the Biden administration, the crown jewel of normalisation effort... ...was supposed to be a mega deal between Saudi Arabia and Israel. First of all, in terms of legitimacy... ...a peace with Saudi Arabia would undoubtedly, open the doors... ...for ties with other Muslim dominated countries. تعتقد أن الموضوع من الموضوع لسعادة سعادة في نواد حاليا؟ بالتكام التالي في اليوم، نعم. أعتقد أنه سيكون قدرحاً بشكل خلال حالياً لتعبير من الموضوع لسعادة سعادة. أعتقد أنه سيكون حالياً لنحن بالتأكد أي نوع من الموضوع للقانون في الواقع. particularly now that the Israelis and the international community frankly will need somebody to govern Gaza after the war. We will have literally millions of Palestinians that will need aid. They will need to restore their homes. They will need to send their children back to schools. Hospitals will need to be restored. In thinking of a political settlement on Palestine, there is this historic opportunity on the back of de-escalation, normalization and reconciliation in the Middle East to have regional states bear some degree of responsibility. إذن هذه كانت مقتطفات من التقارير الإخبارية التلفزيوني. لكن سيدة بهية التفاعل على مواقع التواصل الاجتماعي والخطاب التطبيع. كيف تراجع ومن ثم عاد مرة أخرى إلى الصعود خلال الفترة الماضية؟ ودائماً التفاعل على المنصات مرتبط بشكل أساسي بالمواد التي ستنتشر في المادة الإعلامية. ولهذا كمنا بمعاينة سريعة لكمية المواد التي انتشرت والتي عاينت التطبيع أو تحدثت عن التطبيع. الأنماط المشتركة في عملية الرصد التي أجريناها يمكن أن نقول هي تحاول تصويق تطبيع السعودي الإسرائيلي كجزء أساسي من الحال في غزة. وبمعنى أن الحديث لا يتعلق بشكل أساسي بوقف العدوان أو وقف إطلاق النار. وإنما عملية ربط مضللة بين التطبيع والحل ومحاولة الإيحاء بأن الارتباط بينهما ارتباط موضوعي ولازم وغير قابل للفصل. وأن التطبيع هو الحل الوحيد. وأيضاً تسرد هذه التقارير الظروف السياسية الإسرائيلية. ثم الأوضاع في المنطقة. ومحاولة أن يصل الكارئ لهذه النتيجة. بمعنى أن تنزع الأمر من سياقه الطبيعي. وأن هذا عدوان يجب أن يتوقف حتى أن تحاول عبر التركيز على الأزمة الإنسانية تحاول أن تخلق حالاً من الإلحاح المرافقة لها. هنا نستعرض سريعاً من تطبيق سبايك كمية المواد التي انتشرت عن المصطلحات أو العنوين المرتبطة بالتطبيع بين السعودية وإسرائيل. اللون الأصفر أو البرتقالي هنا هو خلال بداية هذا العام حتى اليوم. أما اللون الأحمر أو الزهري القاتم هو لشهر ديسمبر العام الماضي. اللافت أو الأهم ما نرصده بهذا الرسم البياني هو النسبة المرتفعة جداً. وهذا الارتفاع بكمية المواد المنشورة عن موضوع التطبيع. والتي خفتت مع مرور الوقت بمحاولة تعويم المصطلحات وتعويم المواد التي تتحدث عن موضوع التطبيع. عند عودة الحديث عن ربطه بالأزمة في غزة ووقف إطلاق النار. طيب مباشرة سأنتقل المحور الثالث. كان يمكن تأجيله لكن لأهمية هذا المحور سيدة بهية ومشاهدينها. سوف بالدقائق المتبقية نستعرض ما في هذا المحور. وكذلك نأخذ رأي الدكتور سيفدعنا بما ستعرضه سيدة بهية. حول تحقيقها آرتس الذي تحدثت عنه اليوم تقريباً كل وسائل الإعلام في العالم. والمرتبط بمجموعة زاكا. ما هي مجموعة زاكا؟ وما هو فحوى هذا التحقيق الذي أجرته هارتس؟ سريعاً كمالهي. نتحدثنا عن زاكا في السابق وهي منظمة غير حكومية. سبق أن تناولنا دورة بشكل موسع ضمن أحدى الحلقات. لكن من باب التذكير هذه المنظمة مهمتها بشكل أساسي. كان جمع أشلاء القتلى يوم السابع من أكتوبر. لكن هذه المنظمة التي أسسها جفري أبستين كانت مصدراً رئيسياً للكثير من الأكاديب التي استند إليها الإعلام الغربي وأيضاً الإعلام الإسرائيلي. وحتى مسؤولين وسياسيين. لماذا نتحدث عنها اليوم؟ بسبب بسيط لأنه تقرير حديث فيها آرتس. يعني بالإعلام الإسرائيلي نفسه يكشف عن حالات من الإهمال من التضليل ومن استغلال الدور لجمع الأموال. خصوصاً أن المنظمة كانت واقعة قبل الحرب بثقل الديون بملايين الشواكل. كيف كانت تجمع الأموال عبر جمع التبرعات بطبيعة الحال عبر العلاقات العامة والمقابلات الإعلامية وجولات المانحين. أهمية التحقيق هذا أنه جاء فيها آرتس. إلا أنه جانباً منه سبق أن كشف عنه موقع جريزون في السادس من كانون الأول ديسمبر الماضي. المفارقة أنه آرتس نفسه شنت حملة على موقع جريزون آنذاك. واتهمت الصحفي الاستقصائي ماكس بلومانتل بالكذب والتقليل من فضائع السابع من أكتوبر. طبعاً هذا التحقيق لقي تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل. وفي أغلب التعليقات كانت لإشارة إلى أن هذه المنظمة شكلت مصدراً لكبريات وسائل الإعلام الغربية والصحفيين المخضرمين. الذين اعتمدوا على هذه المادة بدون أي مراجع وبدون أي تثبت منها. واعتبروا أنها تصدر لهم المادة الحقيقية ليعتمدوها وليتعاملوا معها. طيب هذا بالنسبة للتحقيق هارتس. دكتور سيف التعليق مباشر. هذا التقرير مهم جداً. أنا سعيد أنها اختارت أن تركز عليه. وكنا نحاول منذ الأسبوع الماضي أن نفعل ذلك الحقيقة. لأنه يدفع بقوة لإعادة النظر في أحداث 7 أكتوبر. طبعاً نحن نعرف ماذا حصل في 7 أكتوبر وما حصل ما بعد 7 أكتوبر. ولكن بسبب أدوات الدعاية الكبيرة وبسبب الإصطفاء في الإعلام الغربي خلف الكيان الصهيوني. كانت هناك سردية واحدة يتم تعميمها. وحتى الآن رغم رغم التحول في الرأي العام العالمي نتيجة المجازر التي تحصل. هناك سوء فهم وسوء فهم كبير لما حصل. الآن لدينا هذا التحقيق. وهذا التحقيق المهم فيه أنه يأتي من صحيفة إسرائيلية منها أارتس. وهذا التحقيق الثاني في الحقيقة وليس التحقيق الأول. ولو على الأقل هذه المرة الثانية لتبتقومها أارتس بذكر هذه المجموعة التي يتم تسويقها للخارج. على أساس أنها جمعية إلى حد كبير خيرية تقوم بأعمال نبيلة إلى حد كبير. وبالتالي يتم على أساسها جمع كبير. توقيت الدكتور. كانت أارتس ممكن تأجيله. القضية أكبر من أن تستطيعها أارتس تأجيلها. ولكن هناك أبعاد سياسية بالتأكيد للموضوع. هناك أبعاد سياسية. هناك قوى وصلت إلى استنتاج. أن هناك ليس فشل عسكري في غزة وفي فلسطين. ولكن هناك هزيمة في الحقيقة وليس فشل. ولكن هذا يترتب عليه ثمن سياسي. هناك محاولة بنفس الطريقة التي يتم هنا فيها محاولة استغلال أي قضية للتركيز على الحكومة أو التركيز على الرئيس. هذا جزء من الصراع السياسي القائم داخل الكيان. ولكن ما يهمنا هنا سواء تحمل مسؤوليتها بعض أعضاء الحكومة أو رئيس الوزراء إلى آخره. ما يهمنا هنا هو الصورة التي ستنتج عن أحداث أكتوبر بعد ذلك. بمعنى حين كان البعض يحاول إعادة النظر في السردية أو يشكك السردية السائدة عن أحداث أكتوبر كان يتهم بالكثير من الاتهامات. الآن لدينا هذه قطاع اللغز إذا أردنا تتجمع مع بعضها ونرى أن جزءا كبيرا مما قيل. كان ليس فقط غير صحيح. كان كذب مقصود. كان كذب مقصود. الجانب الآخر. هذه المؤسسة تقوم بممارسات حرفيا. يمكن توصيفها بممارسات لا أخلاقية. طريقة توصيف التقرير. المؤسف أيضا دكتور سيف. إذا كانوا يتعاملون مع اليهود بهذه الطريقة. فكيف سيتعاملون مع الفلسطينيين. وهذا يحيلوا تقرير آخر مرافق له لصدور قرار. ويعتبرونه حتى غير قانوني بالقانون الإسرائيلي. صدور قرار من قادة العسكريين للجنود الإسرائيليين على الأرض. بأن يقوموا بحرق أي منزل في غزة أو يتدريره. دكتور سيف. للأسف أيضا لا زال يتردد هذه الأكاذيف في بعض وسائل الإعلام حتى هذه اللحظة. رغم كل هذه التقارير. دكتور سيف دعنا أستاذ علم الاجتماع من شيكاغو. شكرا جزيلا لك. سيدة بهية حلاو مديرة الميادين أونلايم. شكرا جزيلا لك على كل هذا الجهد. مشاهدين حروب الإعلام الحلقة انتهت. شكرا متابعة إلى اللقاء. اشتركوا في القناة